اشتركوا في القناة من الصحفة الاسرائيلية صحيفة يدعو تحرنو اليوم نتنياهو يسافر الى البرتغال للقاء بومفير ومن صحيفة The Jerusalem Post البرلمان الفرنسي يعلن ان معادة الصيونية هي معادة لسامية ومن الصحفة الفلسطينية صحيفة الايام التنفيذية تحذر من المشروع الامريكي الاسرائيلي لتكريس الانقسام وانفصال قطاع غزة عن الضفة ومن الصحفة العربية صحيفة الشرق صاحب السمو يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليلية ومن الصحفة العالمية صحيفة The Daily News التركية ترامب يمدح دور تركية كعضو في الناتو نبدأ مع الصحفة الإسرائيلية وصحيفة دعوت أحرنوت إذن نتنياهو يسافر إلى البرتغال اليوم نتنياهو يسافر البرتغال ليلتقي ببومبيو نعم التقى رئيس الوزراء نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو على طاولة البحث إيران على طاولة البحث محاولة دول أوروبية التهاون مع إيران وربما الالتفاف على العقوبات الأمريكية نذكر بليغ نتنياهو كان يأمل بأن يحضر بالأمس كمت الناتو ليلتقي هناك ببعض الزعماء الأوروبيين ليحذرهم من التهاون مع إيران ليسيما أن إسرائيل تشعر أن دول أوروبا غير متفقة مع الولايات المتحدة في العقوبات التي فرضت على إيران من ناحية السياسية الداخلية هذه رسالة من نتنياهو لجمهور الناخبين في حال ذهبنا إلى انتخابات ثالثة بأنه رغم كل ملفات الفساد ورغم التهم والمحاكم والمحاكمات التي تنتظر بنيمي نتنياهو إلى أن هو أي نتنياهو لا زال متفرغ تماما لإدارة شؤون الدولة لأن خصومها السياسيين وتحديدا في كاخول لفان وأيضا البعض في أليكود يقولون أنه لا يمكن لرئيس وزراء منشغل بثلاث لواح اتهام قد تقذف به إلى السجن أن يكون متفرغا ذهنيا وفعليا لإدارة شؤون الدولة حديثا عن التساهلات الأوروبية مع إيران من جهة أخرى في فرنسا هنا في صحيفة البرلمان الفرنسي يعلن أن معادات الصهيونية هي معادة للسامية بعد انتهاء الحرب الباردة وفي مطلع التسعينيات الأمم المتحدة ألغت قرارا سابقا لها نص على أن الصهيونية هي حركة عنصرية بالنسبة للإسرائيليين الصهيونية هي حركة تحرر وطني كأي حركة تحرر وطني في العالم بالنسبة لأنصار الشعب الفلسطيني في العالم اعتبرت الصهيونية على أنها حركة عنصرية تميز بين اليهودي وبين العربي حركة نص على احتلال أراضي الغير وما إلى ذلك مع تغيير موازين القوى في العالم تغير هذا القرار أصبحت الدول العربية التي كانت خلف هذا القرار قرار مقارنة الصهيونية بالعنصرية لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل وما إلى ذلك في تغير هذا القرار في الآونة الأخيرة هناك حملة مقاطعة واسعة لإسرائيل في العالم أنصار المقاطعة يقولون أنهم معادون للصهيونية بسبب سياسات إسرائيل في احتلال أراضي فلسطينية وما إلى ذلك إسرائيل كانت تقول أن معادات الصهيونية ومعادات إسرائيل هو غطاء لمعادات اليهودية وأن المقاطعين والمناوئين والمعارضين للدولة إسرائيل ما هم إلا معادون وعنصريون اتجاه اليهود كديانة يهودية لذلك جاء هذا النصر في فرنسا نحن نعلم ما هو موقف فرنسا من بناء المستوطنات في الضخرة الغربية وهي ليست مع بناء هذه المستوطنات من جهة أخرى الصهيونية بالنسبة للإسرائيليين هي أيضا بناء هذه المستوطنة بإعتقاد بليغ في الآونة الأخيرة شهدت فرنسا ارتفاع في حالات معادات السمية من على سبيل المثال الليلة كانت هناك تدنيس لمقبرة يهودية وعشرات الشوهد وعشرات القبور اليهودية تم تدنيسها فرنسا التي تشهد في الآونة الأخيرة ازدياد في أو ما يسميها اليمين الفرنسي أسلمت المجتمع الفرنسي اليوم عدد تعداد المهاجرين من أصول مسلمة في فرنسا يفوق العشرة ملايين مواطن في فرنسا وأننا نتحدث عن دولة من ستين أو خمسة وستين مليون هذا يقول أن تقريبا عشرين بالمائة من المواطنين هم من المسلمين وهذا يأتي مع ارتفاع في حالات الاعتداء على اليهود فربما هذه الرسالة هذا التشريع يهدف أيضا إلى ردع بعض الذين يفكرون بالاستمرار في الاعتداء على اليهود نعم الآن ننتقل إلى قضية الانتخابات الإسرائيلية الثالثة المحتملة في صحيفة معريب في الطريق إلى صناديق الاقتراع ومن صحيفة يسرائيل هايوم مهرولون للانتخابات قمة انفجار والكثير من الاتهامات إذن لقاء جانس نتنياهو أمس في تل أبيب بعد خمسة واربعون دقيقة فقط انتهى أنا شهدتك بالأمس على شاشات قناتكم بليغ أنت ذهبت إلى وزارة الدفاع وأعتقد أن زملائك كانوا ينتظرون منك أن تجلب لهم ربما البشرى بأن لا انتخابات وأن هذه القمة قد نجحت بجسر الهوى بين نتنياهو وبين جانس ولكنك تحدثت عن أن اللقاء انتهى حتى قبل أن يبدأ عمليا على ما يبدو في الخمسة واربعين دقيقة سأل نتنياهو جانس هل توافق أن أكون أنا الأول في التناوب قال له جانس لا وبهذا انتهى اللقاء نشر وكان الليكود يستغل هذه اللقاءة لكي يتهم كحولفان أنكم لا تريدون أن تقام أي حكومة وحدة وطنية صحيح وهذا قسم ممكن أن يكون من الحملة الانتخابية أصلا صحيح واللافت أيضا بليغ أن كحولفان هو التحالف تكتل من عدة أحزاب ثلاث أحزاب على الأقل وما يحاول فعله الليكود يقولون أن جانس موافق ولكن المشكلة في حليفه داخل كحولفان يائير لبيد الذي لا يريد الجلوس مع نتنياهو هو يعرقل أي تفهمات وأي حكومة وحدة ولكن كلمة السر هو انعدام الثقة داخل كحولفان ببنيمين نتنياهو رغم أن بنيمين نتنياهو عرض أن يقوم بتشريع قانون ينص على أن عليه مغادرة رئاسة الحكومة لتنفيذ التناول لكن عدم الثقة بين الطرفين هي أعمق هنا قضية مبدئية ومحقين فيها باعتقاد جماعة كحولفان عندما يقولون نحن تعهدنا للناخب أن نحفظ على نظافة يد السياسيين لدينا عمل مع رجل متهم بثلاث قضايا فساد رشاوي واحتيال ما الذي يلزمنا أن نجلس معه حتى وإن نعم وبالحديث عن التهم التي تواجه رئيس الوسر بنيمين نتنياهو صحيفة إسرائيل هايوم تكتب هنا النيابة العامة تنظر في أمري أيضا بيزيك والله ويدعوت أحرونوت للمحكمة في قضايا نتنياهو وعلى نفس الموضوع أيضا نيتسان وميد بليت يتجهزون لتخديم لائحة اتهام في قضية الغواصات في الأيام القريبة بالإتسان طبعا وميد بليت المستشاء القضائي للحكومة نعم المستشاء القضائي للحكومة وإذا ما سمحت لي بليغة صحيح أن بيزيك ووالله ويدعوت أحرونوت وجميعها إما وسائل اتصالات وإما وسائل إعلامية أن يتم منقضاتها هذا جزء من ملفات فساد نتنياهو ولكن الملف الأخطر هو ملف الغواصات ملف الغواصات على ما يبدو في إسرائيل الدموقراطية يحاولون لملمت هذا الملف وإبعاده عن كبار المسؤولين رغم أن قائد سلاح البحرية متهم فيه قادة ومديري ومسؤولي ديوان رئيس الوزراء متهمون فيه ومحامي نتنياهو متهم فيه وهناك تساؤلات من خصوم نتنياهو إذا كل محيط نتنياهو متهم في هذا الملف لماذا تريد النيابة إبعاد الشبهات عن رئيس الوزراء وعدم دعوته للتحقيق لأن الحديث يدور هنا عن قضية أمنية من الدرجة الأولى التمس بالدرجة الأولى الأمن القومي الإسرائيلي وإذا ما اتضح أن رئيس الوزراء تهاون أو تورط في قضية من هذا النوع الذي ستكون هزة أرضية لم تشهد لها إسرائيل مثيلا منذ عام 1948 لذلك أنت ترى هارتس تحف عمليا النيابة أن تحفر في هذا الموضوع للوصول إلى الحقيقة نعم ونذهب إلى التربية والتعليم في إسرائيل يدعو تحرونوت العنوان الكبير فاشلنا في التربية والتعليم ومن صحيفة معاريب أيضا معدل علامات الطلاب في إسرائيل أقل من المعدل في الأو إي سي دي وهذا على خلفية نشر نتائج امتحان في زا هلكتنا السلطات الإسرائيلية بالحديث عن أن إسرائيل جزء من منظمات الأو إي سي دي منظمة الدول الأكثر تقدما في العالم جميل أن تكون إسرائيل جزء من هذه المنظومة قبل يومين كان هناك نشر بحث لجامعة بنسلفانيا أشار إلا أن إسرائيل في المرتبة الثامنة عالميا من ناحية القدرات الكلية ليس فقط القوة العسكرية ولكن التأثير السياسي القوة الاقتصادية وما إلى ذلك ولكن في العالم الرأسمالي إذا ما أخذنا العنوان الكبير وقمنا بتقسيمه إلى أجزاء صغيرة أنت ترى أن لا يوجد تجانس يعني إسرائيل قوي ولكن هناك فرق كبير بين الأغنياء وبين الفقراء بين التعليم الذي يحصل عليه الطلاب اليهود مثلا أو الطلاب الأغنياء والفقراء وبين الأغنياء وهناك العرب وبين اليهود يعني إسرائيل في المرتبة الـ 41 من حيث تدريس الرياضيات وهناك فوارق تصل إلى 70% بليغ بين التحصيل العلمي للطلاب العرب وبين التحصيل العلمي للطلاب اليهود وإذا ما أخذنا أنه خلال أربعة إلى خمسة أعوام سيكون نصف الطلاب في المدارس الإسرائيلية من العرب ومن اليهود الحاردين المتزمتين فهذه كارثة بالنسبة لإسرائيل أن لا يتم الاستثمار بهؤلاء الطلاب كما يتم الاستثمار بالطلاب اليهود الضيض الغربيين على من تقع المسئولية في هذه الفرقات بين العرب واليهود هل هي الثقافة العربية التربية العربية أمنها أنا أريد أن أقول لك شيء بليغ صحيح أن التمييز الرسمي الإسرائيلي ضد العرب كان ممنهج ولكن أنا أستطيع أن أقول لك أيضا أنه في السنوات الأخيرة من ناحية الميزانيات على الأقل تم ضخ ميزانيات هائلة لداخل التعليم العربي ولكن فساد المنظومة أيضا فيما يتعلق بالمدارس العربية أنت نحن جميعا نأتي من بلدات عربية وأنت تعرف كيف يتم تعيين المدير المدير في كثير من الأحيان لا يجب أن يكون هو الأكثر تأهيلا هو يجب أن يكون إما مقرب لرئيس البلدية وإما مقرب لجهاز مخابراتي هنا وهناك في الدوائر الإسرائيلية وبما أنه تم تعيينه بشكل فاسد فتعينات المدير أيضا لسلك التعليم في مدرسته تكون أيضا فاسدة ويدفع الثمن الطلاب صحيح هناك تمييز كانت هناك فترة طويلة لا يمكن كان مقارنة الميزانيات التي تدفع لليهود والعرب لكن في السنوات الأخيرة هذا تغير الآن السؤال ماذا على الجمهور العربي هناك الكثير من الصحفين والإعلاميين والنشطاء ولكن لكل ناشط ولكل صحفي هناك قريب يعمل في سلك التعليم هو جزء من هذه المنظومة الفاسدة أصابع الاتهام تتفرغ على أكثر من جهة ننتقل إلى الموضوع الآخر وفي صحيفة إسرائيل هاي يوم حوالي نصف سكان الجنوب لا يشعرون بالأمان هذا ليس جديدا بليغ الجولات المتكررة في قطاع غزة تجعل المواطنين في جنوب إسرائيل قلقون وفقدون للثقة من سياسات حكوماتهم التي لا تنجح بوقف هذه الجولات المتكررة من التصعيد ننتقل إلى الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام التنفيذية تحذر من المشروع الأمريكي الإسرائيلي لتكريس الإنقسام وانفصال قطاع غزة عن الضفة وأيضا من صحيفة الحياة الجديدة جاء الأحمد المشفى الأمريكي في غزة عسكري أمني استخبارتي أو استخباري جميل جدا هذا العنوان من عزام الأحمد المشفى الأمريكي في غزة عسكري أمني استخباري وأنا أسأل عزام الأحمد أين كانت السلطة الفلسطينية من إنشاء مستشفى جديد في قطاع غزة وكل فساد السلطة كيف ساهم في عدم إنشاء مستشفى في غزة وعدم تطوير مستشفيات الضفة الغربية وشخص يعني هو جزء من منظومة ما يميزها هو التعاون الاستخباري مع إسرائيل لا يمكن أن تتهم طرف آخر بأنه جزء من مشاريع استخبارية هذا كناه بالنسبة لعزام الأحمد بالنسبة للقلق الفلسطيني وقلق حقوقي من أن تقوم حماس أيضا بلعبات يعني هذه اللعبة كانت محصورة على السلطة الفلسطينية التخابل والتعامل مع إسرائيل الآن تتهم حماس بأنها تريد أيضا تنفيذ مشاريع انفصالية وانكسامية واستخبارية مع إسرائيل وإذا ما كان يجلس أي مسؤول إسرائيلي فهو يستمتع الآن بأن يرى طرف فلسطيني يتهم الطرف الآخر ليس بأنك لا تتخابر النقاش هو من يتخابر أكثر ويتعامل أكثر مع هذه المخططات الأمريكية والإسرائيلية ونتغل إلى الصحف العربية صاحب أسومو يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية وهذا من صحيفة الشرق تطور مهم استمرار للتهدئة على الأقل المعلنة في الأزمة الخليجية بين قطر وبين الدول الخليجية المقاطعة لها بالإضافة إلى مصر والدول الثلاثة هي السعودية الإمارات والبحرين الأسبوع القادم كمة خليجية في الرياض وتم دعوة الأمير القطري السؤال هل سيحضر الأمير بنفسه أم سيرسل رئيس الوزراء والسؤال الأكبر بليغ هل هذه أمور شكلية أم أن بالفعل قطر والدول المقاطعة لها نجحت بتقليص الفجوات ونقاط عدم الاتفاق وربما نرى اللحمة تعود إلى البيت الخليجي هناك نقاش بأن هذه المسكنات وأن الفوارك والخلافات هي أكبر من هذه الشكليات التي توحي بأن هناك تهدئة ما في الأزمة ومن صحيفة الاتحاد الإمارات ومصر الترفضان اتفاق تركيا والوفاق الحكومة التركية وقعت مع الحكومة الليبية حكومة الوفاق الليبية اتفاقيات بحرية تمنح تركيا نوع من الحضور البحري في المنطقة الأمر الذي أثار في البداية حفيظة خصوم تركية من جيرانها ككبروس واليونان التي اتفاقتها مع مصر بأن هذه الاتفاقيات غير مقبولة وغير قانونية على اعتبار أن حكومة الوفاق في ليبيا هي حكومة مؤقتة لا يمكن لها أن تتخذ هذا النوع من الاتفاقيات الاستراتيجية واليوم هذا وغير مفاجأة الإمارات هي من ألد خصوم تركية الإمارات كالسعودية تعتبر أن المشروع التركي هو مشروع إسلام سياسي يهدف إلى إعادة السلطنة العثمانية إلى المحيط العربي وما إلى ذلك وننتقل صحيفة الشروق التونسية مستشفياتنا الجهوية فضيحة نعم حادثة الحافلة في تونس نعرفها جميعا مقتل عدد من التونسيين 15 على ما أعتقد لكنها كما تقول الصحيفة عرق الخدمات الصحية في تونس والمستشفيات وهذا إنعكاس لإما إهمال لسنوات طويلة وإما فساد في أجهزة الدولة التونسية وفي هذه الحالة ضعف الجهاز الطبي اللافت بليغ أن أكثر وأكثر وسائل إعلامية والصحف عربية ليس فقط في تونس بدأت تتحدث وتربط بين تدني مستوى الخدمات في العالم العربي وفساد السلطات صحيح إنما نتحدث عن السلطات نتحدث ليس عن الشخصية السيادية سواء كان أمير أو ملك أو رئيس وإنما نتحدث عن الحكومة لأن اعتادت وسائل الإعلام العربية أن ترسل رسائلها إلى الحاكم عبر ضرب وانتقاد الحكومة ونتغل الآن إلى الصحف العالمية صحيفة ديلي نيوز ترامب يمدح دورة تركية كعضو في الناتو وأيضا من صحيفة ليزيكو الفرنسية يمكنك أن تصليحني باللغة الفرنسية علي ضريبة قافة هجوم ترامب ضد فرنسا ديلي نيوز التركية تبرز مقاله ترامب عن دور تركية الهام في الناتو وتتجهل انتقاد ترامب لتعامل تركية مع الولايات مع روسيا فيما يتعلق بالS400 وأن تركيا هي عضو في الناتو ولكنها تبرم بنفس الوقت اتفاقيات مع روسيا الصحيفة التركية أيضا لم تذكر أن الرئيس مكرون اتهم تركيا بالتعامل مع بعض الجماعات المنضوية تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية داعش صحيفة الزكوة الفرنسية أي الأصداء تتحدث عن تاكس جفا هجوم ترامب ضد فرنسا وتحديدا لأن الرئيس الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيكون بفرض ضرائب جمهوركية جديدة على فرنسا في إطار فرضه ضرائب جمهوركية جديدة على الاتحاد الأوروبي في فرنسا هو ركز على قطاع النبيذ فرنسا أهم دولة يقال أنا لا أشرب النبيذ ولكن يقال أن النبيذ الفرنسي في بوردو هو من الأفضل في العالم وحينما تفرض هذه الجمارك أن تتضرب صناعة النبيذ في فرنسا وهي لها حيزهام في الاقتصاد الفرنسي وهذا يأتي في إطار الحرب التجارية التي يشنها ترامب على الشركاء السابقين للولايات المتحدة نعم وصحيفة The New York Times تقرير يصف تصرفات ترامب لتقويد الولايات المتحدة نعم الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لازال يحققون في تورط ترامب في فضيحة أوكراينا محاولة الربط بين الدعم الأمريكي لأوكراينا وحصول ترامب وحملته الانتخابية على معلومات حول ناجل جو بايدن الذي كان يعمل في أوكراينا بالنسبة للديمقراطيين المعلومات التي تم جمعها في التحقيقات تشير إلى أن من حق الكونغرس محاولة الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب لأنه هدد الأمن القومي الأمريكي لمصلحته الشخصية ومصلحت حملته الانتخابية نعم وكلمة صغيرة صحيفة ويست فرانس فرنسا تؤكد طموحها البحري لا يجسد ديناء الكثير من الوقت نعم بعد الصين التي تحاول إعادة أمجادها ككوة عظمى بحرية فرنسا تحاول إعادة أمجاد فرنسا لسيما أنها ترى كيف تنقض كل من الصين الولايات المتحدة وروسيا على البحر ومحاولة استغلال الموارد المائية لتعزيز اقتصاد وقوة الدولة شكرا لك رجلت علي واكد على توجودك معنا بهذا نصب الختام حلقة أخرى من العدد الأخير نلقاكم غدا مع صحك وعنوين جديدة اشتركوا في القناة